السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف بعض المواقع اللي هتفيدني ان انا اعمل شخصية كارتونية وابدل اخلي الاصدقاء يتعلقوا بيها. ممكن تحكي حواديد. ممكن تقول للمواعز. هبقى في شخصية معينة الناس هتبدأ انها ترتابط بيها. طيب. ممكن ناجي هنا واقول له ان انا عايز ابدأ مشروع. الموقع ده اسمه design.ai تنزمن اسمه styler. دلوقتي خليه الديزاين. طيب. هنا ممكن تقول له text to image. تبدأ احول لك لصورة. امشتو 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 تدله صورة ويبدأ ان هو يغير لك style بتاحها وهي عدال لك فيها. ممكن تعمل edit للصورة. يعني انت عملت صورة لكن كل اللي مدائك فيها مثلا نظارة مدائك فيها. الشعرة تبدأ تقول له احزف لي او ضف لي زي ما انت عايز. هنا تضيف عنصر او تحزف عنصر او تعمل اكسي باند ترفع له صورة. وتقول له عايز تخيل لو الصورة دي كان صورنا اللي حواليها كانت هتبقى حاملة ازاي. وفيه تحسين الصورة وفيه face sweep بتبدأ تبدأ تبدل صورة بص ثانية. دي امثلا مسلا احوال لحاجة تودي لسري دي. ممكن تقول له ان انا عندي صورة مسلا. تودي عايز خلاص ري دي. فيه sketch render بترفع له صورة وهو يبدأ اعمل render. في color book دي من ضمن الحيات الكواسة جدا. انه ممكن تعمل انت كتاب كل اللي فيه عبارة عن صور جاهزة انها تلون. وتلاقي ناس كتيرة بتشتريها وناس كتيرة مهتمية بها. دي فالاتر. دي حاجات خاصة بي design sketch. فيه حاجة كتيرة خاصة بالمعماري زي روم designer. زي ما شايف فيه مؤسرت كتيرة جدا ممكن الواحد دي يبدأ ان هو يشتغل عليها. ممكن اقول له ان انا عايز ابدأ مشروع جديد. وانا بقى تختار المقاس اللي انت عايزه. بقول لك هنا حط الصورة تمام لو انت عندك صورة ممكن تقول له text to image وتبدأ تقول له انا عايز مسلا بان ده. مسلا. طيب انا style لازم تختار style عشان يجيب لك الحاجة اللي انت تفكر فيها. فممكن نختار حاجة تكون مثلا. او character. شوف ال style بقى اللي انت عايزه. مسلا انا عايز حاجة بالشكل ده. تمام? وتقول له. تقدر تعدل في ال. هيلتزم باللصة الادئية لو انت حابب. في عندك حاجات هنا. فهيبدأ يعمل لك الصور هنا تبدأ تختار. وبيعمل لها على هي تليارات. يعني ممكن تحط. الاربع صور على الليارات وتختار الصورة اللي انت عايزها. حسب عندنا الشخصية اللي هنبدأ بعد كده نعمل من خلالها. الفيديوهات. فبيختار لي كده شخصية. كل شخصية من دول اقدر ان انا. استخدمها في فيديوهات بعد كده. تمام? طيب ممكن اجي هنا. ادوس double click. عشان نحطها لي هنا في ال canva. هتيجي هنا في الليارات. هتلاقي بها الحاجة اللي انت اخترتها. كده الاتنين بفوق بعض. يعني لو انت عملت كده هتلاقي التاني تحتيه بالشكل ده. الجميل اللي انتقدر تصافه. s-v-g. s-v-g بيديك امكانية ان هو. تعدل فيه بشكل افضل على السريتر. هنا اللي اراد هتلاقيهم. فتقدر نمتقى تقارن. تشوف ده وتشوف ده وتشوف ده وت. والشخصية اللي تعجبك فيهم. تحس ان هي دي شخصية بتاحتك. تمام? ممكن ارح ايه. اعمل لها download. يبقى عندي الشخصية دي هي اللي انا ممكن اشتغل عليها وعمل لها تعديلات. لو في اي حاجة عايزة تتعدل ممكن تتعدلها هنا من الف الكنفا. في هنا زكاة استماعي كبير في ان انت تحذف حاجة معينة. تمام? ممكن تقول له احذفها لي اعكسها لي اه 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 ريموف. وتبدأ تشوف عايزة تخليها ايه بالزبط. تمام? فتقدر انت تتعدل. طيب ممكن تخش بعد موقع اسمه فوتوبيا. ده موقع عامل زي الفوتوشوب بتقدر ترفع الصورة وتعدل عليها بكل بساطة. عندك امكانية كتيرة جدا ان انت تتعدل اي صورة انت عايزة. مجرد ان انت هتعمل drag and drop. للصورة. وكده يبقى انت كده فتح كاينك فتح الفوتوشوب. لكن من غير مستطق اي حاجة. هو بيفتح ال bsd وال ai وال xd وكل امتدات بتاعت شركة ادو. فانت ممكن تعمل selectة مثلا. في ناس بتحب تحذف اللوجو. بس انا يعني ما بحبش احذفه. يعني اتفاق مع الشركة ان انا اعملو لي حاجة مقابل اللوجو. تمام فانا ما احبش احذفه. طيب بعد ما تعمل التعديل وتسيف. ماشي. عايزين بقى نعمل الفيديو. فهقولك على موقع جميل جدا اسمه هيدرا. هيدرا ده عبارة عن ايه ان انت ترفع اي صورة انت عايزها. وممكن ما ترفعش صورة. يعني ممكن توفر اول خاصية ديت وتكتب هنا كونفو بنده وهو يبدأ ان هو يعملها. يعني اجي هنا واقول له كونفو بنده. واقول له كريت في يبدأ يعمل لهو صورة من نفسه. طيب هنا بيقول لي اكتب الكلام اللي هو عايز يقوله. هلو ايام. وعلى فكرة تقدر تكتب العربي. اهلا انا صديقك البنده. وممكن تدخله الصوت بتسجل جاهز. او تقول له start record وتسجل الصوت. من هنا بقى نختار الصوت اللي احنا عايزينه. بالشكل دوت. وتقدر تغير ال styler لو انت حابب ان انت تعدل حاجة معينة. تمام ممكن تقول له مثلا انا عايز معمولة بالزيت معمولة باي حاجة. وتقول له اعمل هي تاني. generate video. كده بقى عندك فيديو صغير في كلمتين دول. دي فيديوهات انا عملتها قبل كده خليت مثلا شخصيات تاريخية تبدأ انها تتكلم. وهي على فكرة من التجربة لما تدي له صورة ولا لما تدي له البرومت هنا. البرومت هنا احسن. البرومت هنا في ميزة ان انت مستخدمتش كزا موقع لأهو موقع واحد. وهو بيبقى محدد بشكل اضاق اماكن الفم واماكن العين. فبيعملها بدقة افضل. ماشي? ممكن بقى تشغل فيديو. اهلا انا صديقك الباندة. زي ما انت شفت بقى تقدر تعمل فيديوهات كتيرة بشكل دوت. تبقى عندك فيديو واثنين وتلاتة. وبالعربي والانجليزي زي ما انت عايز. طيب الفيديو ده بيبقى طوله مثلا خمس سويني عشر سويني حسب كيف حالك? انا من الصين. كل ما هتكتب وتقول له جناليتي بيعملك الفيديو. بعد كده هتقدر تحمل الفيديو عادي بدون اي مشاكل. وهو ما بيحطش لوجو خاص بيه. حتى الان ما بيحطش لوجو خاص بيه. وممكن تعمل بحيث تعمل فيديوهات اطول لو انت حابة. طيب انا كده عملت الصورة وعملت الفيديو ومحتاج ان انا عملت جهاز فيديو ومحتاج ان انا اجمعهم مع بعض. يعني انا عملت فيديو البندا بيتكلم مثلا مع كيلو باطرة او اي شخصيات مش شخصيات التاريخية. عايز اجمعهم كلهم في فيديو. ففيه برامج كتير جدا ليه المونتاج لكن انا بغير اشرح لك كبكت. كبكت من الحاجات القوية جدا وسهل الاستخدام. وتقدر تستطيع ابوه عندك على المبيل او الماس اللي انت عايزه. الماسات كلها موجودة. ممكن تقول له انا عايز اعمل صورة ممكن فيه كتير جدا عشان يعمل لك فيديو اوتوماتيك. تمام بدون اي مجهود منك. مثلا اخترت انت الماس زود. كل عليك ان انت دراك دروب لي الفيديوهات. لو انت عندك كذا فيديو تبدأ ان انت تعمل لهم دراك دروب. تمام. اهلا انا صديقك الباندا كيف حالك انا من الصين. طيب هنعمل له دونلود. وبعد كده هنروح لي الكبكت. ونرفع بعض الفيديوهات اللي احنا عايزينها مجرد دراك انت دروب لا اكثر ولا قل. طبعا ده يعني تطبيق احترافي جدا. سهل جدا في الاستخدام. تقدر تعمل بيه حاجات دراهيبة جدا. اغلب الناس السوشال ميديا بتستخدمه لسلطه. فكل عليك ان انت بقى تسحب الفيديوهات لو انت عندك كذا فيديو. مفروض مثلا انت بتعمل قصة. ففي راجل كبير بيتكلم وفيه طفل بيسأله وبعد كده طفلة بتسأله وهكذا. فانت الفيديوهات دي هتبدأ انت تسحبها بالشكل دوت. اللي هنا مسلا. وممكن تقبر المقاس بالشكل ده او تصغره زي ما انت عايز. ممكن مسلا ده فيديو تاني ملوش علاقة بس يعني كمثال. تمام? وعندنا هنا حاجات مؤثرات زي مسلا حركات افكت مسلا لو انت عايز مؤثر معين يجي. اهو. فيد ان او فيد اوت. على الحاجة. زوم. ممكن تكتب تيكست ممكن تكتب كابتشان يعني تيكست للكلام اللي بتقالي الصوت هو يعمل للك اوتوماتيك اوتو. ممكن تقول له اوديو. ممكن تقول له انا عايز حركات انتقالية. من الفيديو للفيديو. تمام? فا يبدأ يدهز لك الحاجات دي جد. لا دي الحركات الانتقالية اي. هتقول له ان مسلا عايز حركة انتقالية من دي الى دي. فلما ييجي هنا اهو خلص الفيديو دوت. يبدأ يديك مؤثرات من هنا الهين. بالشكل دوت. وفي الاخر لما تخلص الفيديو هتقول له اكسوورت. يبدأ يصدر لك الفيديو. تقدر بقى تقول له انا عايز شارعه على تيك توك على كذاك على كذا. الافضل انت بتعمله دون لود وبعد تكتب ترفعه بنفسك على الصفحات ديت. كده احنا عرفنا ازاي نعمل صورة ازاي نعمل فيديو. ازاي نعمل كل الحاجات اللي احنا محتاجينها ممكن تعمل حاجات احترافية. حاول بقى تعمل دروس تعليمية حاول تعمل دروس ممتازة حاجات مفيدة. ممكن نكون عندك فكرة معينة وكان محتاج فريق عمل كامل عشان تعملها. الادوات دي هتسهل لك بسهولة تعمل كل حاجة. طيب برضو فيه حاجة ممكن نستخدمها اسمها Artflow.ai بدلا من نعمل فيديو تاني نتكلم علي. فكرته ان انا بعمل شخصية والشخصية دي بخليها اقوله اعمل لي الشخصية دي مثلا بتقول كلام معين. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة. اول حاجة انا عايز اعمل ايه? اكتور بيلدر. فانا عملت اكتور بيلدر. كل انا عملته ان انا رفعت صور كتيرة لشخص معين. تمام? انا رفعت هوات مثلا ده ابني معيز. تمام? قلت له ده معيز ورفعت له صور كتيرة جدا للشخص دوت. او ممكن تختار شخصيات من هنا. وبعد كده image study بقول له خلي الشخص ده مسلا عايزين يعمل. اه استوديو بقى ان اقول له مسلا عايزين يعمل حركة معينة. فهو اوتوماتيك بيبدأ يعمل لي كريات. مجرد ان اقول له مسلا ايه? خلي الشخص ده موجود في مصر. خلي الشخص ده. كريات image. بقى هو عنده الشخصية اللي انا ممكن استطيع اي حاجة تاني. يعني اقول له مسلا فوتبول. فبياخد شكل الوجه ويبدأ انه ويحطه. يبقى انا اول حاجة عملت الشخصية اللي انا هتشغل بها على طول. ممكن ترفع مسلا صور كتيرة لبندا مسلا. وتبدأ تستخدمها في كل حاجة. تقول له مسلا انا عايزه بحل قضية. عايزه بيكلم مع حد في مصر. عايزه بيكلم مع قطة مسلا. فيبدأ ياخد نفس الشخصية ويثبتها. ودي اكبر مشكلة بتوجينا في عمل فيديوهات تثبيت الشخصية. يعني انت ممكن تروح مسلا ليوناردو فتقول له اعمل لي شخصية معينة. فيعملك الشخصية دي. لما تيجي تطلبها منه تاني. يعملك هاي مختلفة تماما. يعني مرة يكون شعره كبير شعره صغير. فالافضل توصفه بدقة. تقول له انا عايز شخص مواصفاته كزا وكزا وكزا وكزا. عشان لما تطلب منه يبدأ ان هو يسهل عليك. كل علاية بقى ان انا اوصف للصورة. هقول له مسلا بلاي اي لعبة. هياخد بقى هياخد الصورة ويركب على الحاجة الان ثلاثة منه. تمام. الرياليستيك ولا لا. تمام تقدر تختار بقى التمبليت اللي تقريزه. مسلا تمبليت دوت. ويتقول له جنريت. تمام دي كل شخصياتها هيت. طيب قلت له مسلا خليه مع جمل في مصر مع كزا يا بني. طيب بعد كافيديو استوديو. خلص ممكن تختار بقى ان انت تاخد فيديو وتخليه غير. ممكن تدلوه شخصية تقول له اعمللي فيديو. فيبدأ اعمل لك فيديوهات. ده مسلا فيديو من دين الحاجات. نبدأ له اخد صورة من دين الصور وابدأ ان انت عدل فيها. طيب انا عايز اعمل فيديو هقول له كريت نيو فيديو. بيقول لي اختار الشخصية اللي انت عايزها. اختار الصوت اللي انت عايزه. اختار الكلام. وتلاقي الفيديو زهر معاك تلقائي. يبقى احنا شو صراحنا كزا طريقة عشان تعمل الفيديوهات بالشكل اللي انت عايزه. يبقى تختار بس الكلام يكون مفيد. هنا بقى اللي برر بتاعتي اللي اختار الشخصية اللي هي عايزة تتكلم. لك تعمل 20 شط. بيقول لي هنا اكتب الكلام اللي انت عايزه. عايز الشخصية تقول ايه. فتكتب بقى تكست وتختار الشخصية. يعني مثلا نختار الشخصية ديت. الصوت بقى اللي انت عايزه. واخترنا الشخصية واخترنا الصوت. واخترنا الكلام اللي هي هنا. ممكن تعمله البرفيوه والكاراكتر اهوت. وبعد كده نعمل له الاكسبورت اللي احنا عايزين. تقدر تضيف كده مشهد يعني تخلي 20 شخص بيتكلمه وكل واحد فيهم بيقول كلام معين بحيس يطلع معاك زي فيلم. تمام يبدأ بيسأل حد تاني بيجاوب عندي كذا 20 شط. ففي الاخر يطلع معاك فيلم محترم. ويه لو انت عايز تضيف عليه فيديوهات. تتعلمنا كب قط تقدر تضيف الفيديوهات اللي انت عايزها. بعد ما يخلص هتيجي تقول له هنا اكسبورت. هو بيقولك ان الفيديو ده مفروض هياخد كم ثانية. انا مسلا اختار الشخصية ديت. للقطة التانية. واكتب له بقى اللي انا عايزه. وهو يخلي الوجه والشفافة كل ده يتحرك مع الويس اللي موجود. هو بدأ يحط هوت. تمام. بيقول لي كليك توانيبو الانيميشن. وطبعا ده هنا مش الصوت هنخلي الصوت هنا بحيس ايه يبقى الوجه والو تحرك. بعد كده نصدر الفيديو. اه هطينا الفيديو هنا. اكسبورت انيميت. هنا بقى تسمي بقى الفيديو اللي انت عايزه. واكسبورت فيديو. كده معكز طريقة ان شاء الله تقدر تعمل فيديوهات قوية واحترافية ان شاء الله. ما انساش لايك وشير. والسلام عليكم.